شدية تتحدث عن نفسها سيرة أقوى من الزمان فيلم شيء من الخوف من المفارقات العجيبة فيه عندما بدأوا تصوير الفيلم كانوا يبحثون عن قرية تتحقق فيها مواصفات السيناريو وبعد بحث كبير ووجد الفنان صلاحة الفقر هو منتج الفيلم هذه القرية وهي قرية ألمة وللمصادفة أن أهل القرية فعلا لم يكن عندهم هويس وحياتهم كانت في ضنك بسبب عطش وجفاف أراضيهم لعدم وجود هويس ينقل لهم المياه الإنتاج اتفق مع عمدة البلد أن يسيب لهم الهويس بناء حقيقيا ويحل المشكلة إلى الأبد للقرية ولكن على شرط أن أهل القرية نفسهم يصوروا كأهل القرية في الفيلم لحظة فتح الهويس ثم جاءت فكرة المخرج حسين كمال أن تقوم شدية بتشغيله وفي اللحظة يلي كانت شدية تفتح فيها الهويس في الفيلم ببطء شديد كانت قلوب أهل القرية متعلقة بأول نقطة مياه وكانت سورة المياه وهي تروي الأرض العدشانة الشرآنة المحجرة حقيقية وكان رقص الناس داخل المياه وفرحتهم الهستيرية ليست تمثيل بل إنها فرحة حقيقية وهكذا يا سادة عندما كان الفن يحمل رسالة هادفة شدية تتحدث عن نفسها سيرة أقوى من الزمان وحدث إثناء التصوير أيضا إن الشمس كانت حارقة ونتيجة للحرارة الشديدة يسد مكياز شدية وهكذا إلى أن اقترح محمود مرسي أن تضع مروحة كهربائية وتسلط على وجه شدية حتى لا يفسد مكياز الشخصية التي تؤديها والكهرباء موجودة في منزل يبعد خمسين متر فتم توصيل سلك كهرباء طويل من المنزل لمكان التصوير لتشغيل المروحة ونتيجة تسليط المروحة على وجه شدية أن أصبها ببرد جديد وارتفعت درجة حرارتها إلى تسعة وثلاثين وبالرغم من ذلك حرصت على أن لا تعطل التصوير بالرغم من مرضها ويتحدث حسين كمال ويقول كان بيني وبين شدية إثناء العمل لغة مشتركة بيننا بالعيون فهي تفهم ماذا أريد أن أقول بدون أن أنطق به وتقول شدية وكان هناك شخص سري من سكان القرية قد وجهت دعوة للجميع العاملين بالفيلم لتناول طعام الغداء يوميا طوال مدة التصوير لاحظت شدية أن محمود مرسي يعتذر دائما عن تناول الغداء معهم في منزل ذلك السري وتمكنت من معرفة السبب هو أن محمود مرسي لا يستطيع أن يتناول طعاما دسما ولا يتناول سوء الطعام المسلوق فيما كان منها إلا أن دخلت المطبخ وعدت طعاما مسلوقا وعندما حان معاد الغداء استأذن محمود مرسي بأن لديه معاد في القاهرة فإذا بشدية تقول له أن الشخص الذي سوف يقابله منتظره بالداخل ويتعجب محمود مرسي ويتفاجأ بأن شدية قد أعدت له طعام الغداء الخاص به أما إثناء تصوير المشاهد الأخيرة في أحداث الفيلم التي يتم فيها حرق عطريس فقد حدث أمر لم يكن بالحسبان فقد تقدمت المجاميع التي تحمل المشاعل بعشوائية وأحاطوا بتعطريس بالنيران وكان بالداخل ديكورة المنزل وإذا بالنيران تحاصر شدية ومحمود مرسي بسبب عشوائية تصرف المجاميع وتم إخراج شدية ومحمود مرسي بمعجزة من ديكورة المنزل وبعد انتهى تصوير الفيلم ووجدت شدية ان الرقابة تعترض على الفيلم وتمنع عرضه بحجة ان هناك اسقاط لشخصية عطريس على الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ولم تستسلم شدية وأعلنت التحدي وبدأت المعركة للدفاع عن الفيلم في الصحف والمجلات بل قد أرسلت للرئيس عبد الناصر طلب منه مشاهدة الفيلم والحكم عليه وفعلا استجاب الرئيس لطلب شدية وجلس ليشاهد الفيلم في وجود السادات ولم ينطق بشيء ثم شاهدوا للمرة الثانية وضحك وقال انه لا توجد اسقاط سياسي في الفيلم وانه ليس بعتريس وانه لو كان مثله فهو يستحق ان يلقي نفس النهاية وفقت الرقابة على عرض الفيلم سينمائيا ثم تأتي مفجأة اخرى كان اقبال الجمهور عليه ضعيف في السينما وذلك لانه في تلك الفترة بعد النكسة قد تغير الزوء الجماهير التي كانت تريد الافلام الخفيفة والكوميدية ووجدت شديا ان الفيلم في السينما لمدة عشر ايام ويرفع من دور العرض بسبب ضعف الاقبال عليه وحزنت شديا لانها قد بزلت هي وجميع العاملين في الفيلم مجهودا غير عاديا ولكن حدث ان اشترى التلفزيون المصري حق العرض الفيلم ونوها عن عرض الفيلم وشاهد الجمهور الفيلم في التلفزيون واذا بالفيلم ينجح نجاح منقطع النظير الناس يطلبوا من التلفزيون اعادت عرض مرة اخرى وعرض مرة اخرى وخلت الشوارع من الناس الذين ظلوا في بيوتهم لمشاهدة الفيلم وتم اختيار الفيلم واحد من اهم ميت فيلم في تاريخ السينيما المصرية اشتركوا في القناة